الحمد لله وحده وصلاة وسلام على مل نبي بعده اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آل وصحب وسلم ثم أما بعد لن أطيل على حضرتكم ولكن دخائق يسيرة كليما صغيرة ولن أطيل عليكم وهي تتمة لموضوع قضة الجمعة في قصة الحضر ونبي الله تعالى موسى والمعنى الكبير الذي يمكن أن نستفيده هو معنى أدب التعلم والتعليم أدب التعلم والتعليم فهذا نبي الله تعالى موسى كلم الله من أولي العزم وكان في مجلس من مجالس بني إسرائيل فقال ليس أحد على وجه الأرض أعلم مني فأمره ربه عز وجل أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فإن هناك رجلا هو أعلم منه وجعل ربنا عز وجل فقد القوت علامة على ذلك الرجل أخذ جانب الساحل وكان معه فتاة وكان معهما القوت الذي هو طعامهما فلما فقد القوت كان من أمر الله عز وجل أن وجد الخبر ثم كانت هناك الآداب التي بين العالم والمتعلم في هذا المقام فنبي الله تعالى موسى هو أعلم منه بالله سبحانه فهو نبي مرسل قولا واحدا أما الخضر فمختلف فيه هل كان نبيا هل كان نبيا أم كان رجلا صالحا هذان قولا والراجح عند أهل العلم أنه كان نبيا ولم يكن رسولا كان نبيا ولم يكن رسولا فموسى أعلم منه بالوحي وأعرف منه بالله ولكن في هذا المقام كان موسى تلميذا وكان الخضر أستاذا فلا بأس أن يتعلم الإنسان ممن هو أدنى منه وأن يستفيد منه بل إن المرأ لا يشرف ولا يكون عظيما إلا إذا استفاد ممن هو أدنى منه يخفض جناحه له ويستمع إليه ويقبل منه الفئدة الثانية وهي خطيرة جدا وهي أهمية النفع المتعد النفع أمر النبي صلى الله تعالى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفاعوا تؤجروا اشفاعوا تؤجروا وشفاعة نفع متعد أي يتعدأك إلى غيرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والمواقف الثلاثة التي سجلها القرآن في قصة موسى والخضر كلها من باب النفع المتعد النفع كما قلت نفعان نفع لازم أن تصلي فأجر الصلاة لك أنت أن تحج بيت الله فالحج أجروه إليك أنت ليس لأحد غيرك فهذا نفع لازم أن تشرب فإذا شربت انتفعت بشرابك فهذا نفع لازم أما النفع المتعد أن تطعم الناس وأن تسقي الناس وأن تعلم الناس وأن تقوم على مصالح الناس وأن تؤدي إليهم الأمور والحاجات التي يقومون بها ويحتاجون إليها هذا كله من باب النفع المتعد فالشفاعة نفع متعد والتعليم نفع متعد والتطبيب نفع متعد والزواج نفع متعد وتربية الأولاد نفع متعد فمعظم المنافع التي يقوم بها المجتمع وتقوم عليها العلاقات الإنسانية هي من باب النفع المتعد المواقف الثلاثة الموجودة في سورة الكهف في قصة موسى والخضر كلها من باب النفع المتعد الموقف الأول قصة السفينة والذين هم عليها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب هذا نفع متعد الرجل ركب السفينة ولم يأخذوا منه أجرا فالمقابلة أن يحسن إليهم وأن يحافظ على سفينتهم فما كان من الخضر إلا أن أحدث خرقاً في السفينة إذن قابل إحسان الناس بتوع السفينة بماذا؟ أن خرم السفينة ستسبب في إغراقها بقانون المصالح والمفاسد أتى هنا بماذا؟ بمفسدة عظيمة يترتب عليها غرق هذه السفينة ولذلك أنكر عليه موسى لماذا صنعت ذلك؟ الناس محسنون إليك الناس حملون دون أجر فالمقابل أن تحسن إليهم وأن تحافظ على سفينتهم لا أن تخرم هذه السفينة فكان الجواب أن هناك ملك ظالم غاشم وهذا الملك يحب أن يستحوذ على أموال الرعية فإذا مرت به سفينة وجدها سليمة صالحة للاستعمال أخذها هذا الملك فأيها أولى يخرم هذه السفينة ويحتالون لسد الخرم حتى يجتاس الملك أم يترك هذه السفينة لأخذها الملك؟ فالأفضل أن يخرم هذه السفينة فكان صنعه ذلك محافظة على السفينة والسفينة نفع لهؤلاء الربابنة ويدل على ذلك المعنى القراءة الأخرى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البخر المساكين كالفقراء أما المساكين هم الربابنة الربابنة الملاحون الذين يعملون عليها فحافظ الخضر على مالهم وهذا من باب النفع المتعد فالأصل أن المسلم يحافظ على كل نفع يمكن أن يصل إلى الآخر الموقف الثاني أسرة رجل وزوجه ولهما ولد ألقى الله تعالى إلى الخضر أن هذا الغلام إذا شبه شب كافرا فأرهق أبويه فربما كان سببا في تلفهما وفساد حياتهما إذن ذلك النافع في ماذا يبقي ولا يقتله يقتله فقتله فكان ذلك من باب النفع المتعد كان ذلك من باب النفع المتعد الموقف الثالث دخلوا قرية استطعموا أهلها أي طلبوا منهم القرى والطعام ناس في سفر ولم يأكلوا ودخلوا قرية وطلبوا من أهل القرية أن يطعموهم ولكنهم كانوا من البخل بمكان كانوا بخلاء لم يقروهم ولم يقدموا إليهم طعاما لكن في الوقت نفسه كان هناك جدار حائط هذا الجدار كان مائلا كان مائلا فقوله يريد أن ينقض أي كان مائلا يوشق على السقوط وكان هذا الجدار لناس فقراء فإذا وقع لم يقيموه إذا وقع لم يقيموه فأقامه الخضر لهم لكي ينفعهم وكان تحته كنز لهم فوجد ذلك الكنز فأقام لهم الجدار ووجد ذلك الكنز فكان ذلك نفعا لهؤلاء الناس إذن هذا كله نفع متعدي وشريطة النفع المتعدي أن يكون من مسلم أن يكون من مسلم نمرة نين أن يكون النفع يغلب على الظن أنه نفع لا شوب فيه يمكن الإنسان أن يظن أن هذا الأمر فيه نفع وليس به نفع أيام زمان كان هناك ناس يسمون بالصعاليك الصعاليك جمع صلوك والصعاليك هو الرجل الفاتك الشديد الرجل الفاتك الشديد فكان الصعاليك يقطعون الطريق على الناس ويهجمون عليهم ويسلبونهم ويأخذون منهم أموالهم ثم بعد ذلك يوزعون هذه الأموال على الفقراء والمحتاجين سبحان الله هم يحدثون نفعا متعد ولكن هذا النفع لم يكن نفعا صحيحا لأنه قام على الظلم والاستلاب قام على الظلم والاستلاب نمر اثنين قام به مشركون فالنفع المتعدي الذي يقبله الله عز وجل هو النفع حقيقة يقوم به مسلم وبالتالي إذا قام به غير مسلم لم يقبل منه وإذا كان نفعا ليس حقيقيا من باب التوهم كان فسادا عريضا كان فسادا عريضا وبالتالي انظر إلى غيرك من الناس وتأمل إلى أحوالك مع غيرك فإذا سطعت أن تنفع مسلما فلا تتأخر عن نفع فالله تعالى أسأل أن يجمعنا على خدمة المسلمين وعلى نصرة دينه وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين وأن يجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا هداء مهديين لا ضالين ولا مضلين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين ومعذرت على إطالة حتى تذهب باء الغداء فليضيع منكم الطعام سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وفضلين